السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في حلقة جديدة من محترف الجتور زي ما وعدتكم ان انا هعمل حلقة مفاجأة على موضوع الصوت ازاي تحسن وازاي يبقى الصوت جميل والتفاصيل فيه كلها من الصوت العالي للغاية البيز للتريبل كل التفاصيل بقت موجودة والصوت بقى عالي وتحسن جدا انا بصراحة من اول ما جبت العربية وانا كل مرة اركابها لغاية النهاردة حوالي عشر شهور دلوقتي متضايق جدا من الصوت وفكرت جتير في ان انا غاية العربية لان الشاشة دي من الصعب ان احنا نغير فيها حاجة ونركب سيستم جديد زي العربية القديمة كنا بنشيل الكاسة ونحط كاسة مكانه ونشيل السماعات ونحط سماعات كان الموضوع سهل جدا لكن العربية ديت التغيير فيها محدود وممكن يؤثر على الضمان وانا الصوت حاجة مهمة جدا لها في العربية وسبحان الله لما انا رحت حجس العربية نسيت اسمع الصوت وزي ما كتير منكم قالولي ان هم مش حابين الصوت والصوت مستوضع عيف جدا ودي حقيقة ممكن يكون الصوت ده مناسب لعدد من الناس اللي هي بتسمع مستمعين متوسطين يعني وهو ده كافي لهم لكن بالنسبة لي والعدد كبير منكم واللي كلموني الصوت ده مش كويس ولازم الوكيل يلاقي له حال الوكيل حدث السوفتوير بس برضو فضل الصوت ضعيف والتفاصيل ضائعة فيه فانا اقتراحت ان احنا ايه نبتدي نشوف حلول بعيدة عن الوكيل وكان اول اقتراح ليه ان احنا لو غيرنا السماعات احتمال الصوت يتحسن جدا ده لو كان السيستم الموجود كويس وكان فيه اخ من الاخوات اللي بيعملوا شرح للعربيات كان عمل تعليق على الجيتور اول لما جات وقال ان الصوت دي السماعات من احسن مصنع في الصين والسماعات ديت زي البوز وزي الجي بي ال مع ان دول مش احسن سماعات برضو بالنسبة للصوت فيه سماعات احسن منهم بكتير بس هي سماعات عالية جدا يعني وهي كفاية للعدد كبير من الناس لكن هو في المقارنة ديت بصراحة يعني ما احترامي ليه لا الصوت بعيد جدا عن اي حاجة يعني حتى عن سماعات مش مشهورة كتير الصوت توحش طيب ايه المفاجأة اللي انا قلت هقول لكم عليها وازاي قدر تحسن الصوت وبقى الصوت جبار وعالي والتفاصيل باينة فيه زي ما انا اتوقعت العيب كان في السماعات قبل ما نخش ازاي انا غيرت الصوت وقال لكم ممكن تعمل اي نوع السماعات اللي ممكن تركب تحسن الصوت اشرح لكم شرح بسيط عن موضوع السماعات اللي بتركب في العربيات السماعات اللي بتركب في العربيات فيه نوعين فيه سماعات اسمها components او مكونات او عناصر بتركب بتكمل بعض في العربية وده النوع اللي راكب في الجتور وفيه بقى النوع التاني اسمه coaxle coaxle يعني عدد من السماعات راكبة على عمود واحد او محور واحد يعني السماعات واحدة فيها فيها الوافر وفيها التويتر وفيها الميد رينج وكمان في منهم يعني السماعات واحدة بيكون راكب بالوافر اللي هي بتدي البيز والصوت وفي نفس الوقت راكب عليها في النص هتلاقي على العمود نفسه راكب الميد رينج اللي بتدي الاصوات المتوسطة وبعدين الاصوات العالية بيقيت تركب على تويتر وفيه منهم انواع بيقى فيها سب تويتر كمان يعني بيقبوا اربع سماعات راكبين على سماعة واحدة من احسن السماعات اللي موجودة من زمان لغاية النهاردة ومن اشهر السماعات وسعرها بقى معقول جدا هي سماعات بايونير ده انا طول عمري بحب السوط اللي خارج منها يعني حتى بحب احسن من السوط اللي خارج من السماعات البوز ده التطبق ابدأ بالسوط اللي انا بحباها يعني السماعات ده بتديني السوط اللي انا بحبه في ناس بتحب السماعات تانية بيقروا ورا الاسم بيقروا ورا الت 나중에 fáعتم بيقروا ورا الصوت معين يعني كل واحد هي ازواق لكن انا بجري ورا التفاصيل الضقيقة في السوت والسمعة تعيونير بتديني التفاصيل ده انا كل اللي عملت و قلت هعمل تجربة والتجربة ديت ابتدت بان انا اشوف سماعات العربية اللي رجب ايه انا بصيت على سماعات العربية فلقيتها من نوع الـ Components اللي هي التويتر اللي واحده والسماعات الوحدة السماعات بتاعتنا اللي رجبه في العربية زي ما احنا عارفين في واحدة على التابلوه قدام Center اللي في الوسط وفي الباب اللي قدام في اتنين تويتر فوق على كل باب واحدة وتحت هنلاقي سماعتين ميد رينج اقدامكم في الصورة بقوة 20 واط سبعة ضعيفة بالنسبة للعربية وعندنا الباب الخلفي في سماعتين اكبر منهم شوية مع برضو اتنين تويتر في كل باب واحدة هنرجع للكرسي الخلفي في الايم اليمين والشمال هنلاقي في سماعتين ميد رينج رجبين وفي الشنطة ورا موجود الساب وفا اه ليه انا قررت ان انا اراكب السماعات في الكرسي اللي ورا مش ما ركبتهمش قدام لان ودن الانسان بتسمع الصوت الرفاية على التريبل بتسمعه كويس من قدام ومن الجنب لكن ما بتسمعهوش كويس من الخلف ونفس الوقت الودن بتسمع البيز كويس من الخلف الصوت الضخم اللي في السماعة ده للودن بيجي من الخلف احسن من قدام فالسماعات اللي هنراكبهم دول البيز بتاعهم عالي وفي نفس الوقت برضو التريبل بس انا ركبت السماعات الكبيرة ورا عشان هتديني الصوت الضخم والودن بتسمعه زي ما قلنا احسن من الخلف والسماعات اللي قدام مديني الصوت التريبل الارفا اللي هي ركبة في العربية دلوقتي كده هتوازن الصوت كويس بالنسبة للودن بعد من ركب السماعات هنشوف ان احنا لازم نخش الاعدادات في شاشة المولتي ميديا ونغير اعدادات الصوت علشان نوصل لصوت احسن لو شغلناها في الاعداد اللي هو الموجود في العربية اللي قدام زي اللي ورا الصوت مش هتطلع كويس لان السماعات اللي قدام هتغطي على ورا ده بالنسبة للركبين في الكرسي قدام وهواريكو ازاي نغيرها في اخر الفيديو عشان نوصل الاحسن توازن صوت في العربية بالنسبة للسماعات اللي قدام والورا والاعدادات الصوت المزبوطة بالنسبة الايكولايزر برضو هنخش نغير فيه وهنلغي التربل وهنلغي الصوت المحيط هنلغيه واللودنس هنلغيه كمان وهنلغي اللودنس وهنلغي التربل وده بيدينا احسن صوت وهنشوف ازاي هنعمل الحاجات دي في اخر الفيديو ان شاء ان فلما بصيت على السماعات لقيت السماعات 20 واط والمغناطيس بتاعها صغير وبرده المغناطيس من الحاجات اللي بتحدد قوة الصوت في السماعة فانا اعرفت على طول ان كده اول مشكلة عندنا هي ان السماعات دي لازم تتغير طيب عملت ايه انا جبت باينير اللي هي فيها اربع سماعات الباينير اللي انا جبتها فيها الوافر وفيها الميد رينج والسب تويتر والتويتر فانا ابتديت تجربة قلت هغير سماعتين بس وهشوف السماعات دي هتعمل ايه وبعد كده هعمل دراسة علشان نشوف لو هغير سماعات اكتر او هل الامبلفاير اللي في العربية يبقى كفاية ان انا اغير سماعات اكتر ولا لا هل المفروض هركب امبلفاير تاني ونوع السماعات اللي هركبها في الباب اللي قدام والصاب وفر اللي وراء والسماعات الوسطية اللي قدام التويتر اللي في الجناب هسيبهم زي ما هم مش هغيرهم بس مبدايا تعالوا نشوف التجربة الاولى التجربة الاولى انا جبت سماعات باينير الموديل بتاعهم باين قدامكو الاسع رغم الحالى في مصر السماعات الديئة وغضة تقييم عالى وهركب السماعتين دول في البابين اللي وراء دلوقتي اواريكم السماعات الاصلية للركبة في العربية دي السماعات الاصلية شايفين المالطيس بتاعهم صغير ومدية 20 واط دول اللي في الباب اللي قدام لما فتحت الباب اللي وراء لقيت السماعات اكبر شوية بس برضو الصوت بتاعهم ما كانش عاجبني دلوقتي هنشيل السماعات وهنركب السماعات تانية مكانها وبعدين نجرب الصوت دلوقتي بعد ما ركبنا السماعات وجربت الصوت لقيت ان انا لازم اخش على الستنج بتاع العربية الادادات بتاع الموسيقى دلوقتي فيه ملاحظة مهمة عايز اقلوك عليها الملاحظة دي مهمة جدا ان السماعات اللي تختروها لازم تكون اربعة قوم يكون مكتوب عليها اربعة قوم مش تمانية ولا اي رقم تاني لازم تقبها اربعة قوم دلوقتي هوريكم الاعدادات هنطلع بها باحسن صوت لان السماعات اللي وراء اقوى من قدام فلازم هنعمل شوية تغيرات عشان نطلع بها بقى احسن صوت والصوت دوت يعني حاجة اختياري كل واحد ممكن يكون بيحبوا الصوت بنوع مختلف فممكن الاعدادات عندكم تعملوها بالطريقة اللي تعجبكم بس انا هوريكم الطريقة اللي انا عملها عندي وجربوها وقلوا لي رأيي قوي في التعليقات هنيجي على الشاشة الرئاسية هنروح مرتين للشمال عشان نوصل لشاشة الاعدادات هندوس على الترس هنخش هنا في عندنا الصوت عندي صاري تاني واحد وبعدين هنيجي هنا هنلاقي لو متفاعل هنلغيه يقبق ابيض وبرضو الصوت المحيط يتلري يقبق الاتنين كده عندنا ابيض مش باللون الازرق وهنروح للمود ده الايكولايزر الايكولايزر فيه هنا معمولة بريسيت وتختار الصوت اللي اعجبك اه دي اعدادات جاهزة لكن انا باجي على هنا اللي هو التفصيل افصله على اللي انا عايزه انا احبه يكون هنا عندنا اللي هو الصوت الرفيع على السبعة والصوت الوسط هيكون على خمسة وبرضو الصوت البيض بجيبه على خمسة وبعد ما بخلص بيدوس على تكونفيرم هنا الشمال علشان يحفز الاعداد اللي انا عملته اخر خطوة بنيجي هنا هنروح على مجال الصوت مجال الصوت دو بيوزع الصوت ما بين الصوت الخلفي في السماعات الخلفية الصوت اللي قدام بتقوي واحد عن التاني او بتخليهم متوازين يقوم متساويين الاثنين وبرضو بتنقل الصوت اللي حي تديه مين او الشمال او بتخليه في الوسط دي برضو حاجات اختيارية بس الاعداد المناسب علشان نسمع الصوت السماعات الضخمة في الكورس الورى هنيجي هنا على الساند فيلد هيبقى عندنا بالشكل دوت هنلاقي هنا موجود سفر وسفر فاحنا بنغير الصوت ان احنا انا هاجي هنا عشان اخلي الصوت يحدف ناحية الورى اكتر يجي من السماعات الورى اعلى من السماعات القدام ده لاني قاعد قدام فباجي هنا بدوس دوسة اتنين هيبقى عندنا رير اتنين رير تو يعني ورا اقوى من قدام بدرجتين وفي نفس الوقت هننقل الصوت ناحية اليمين لان انا اقعد شمال فعايز اسمع السماع اليمين اقوى شوية فباني للصوت هنا درجة واحدة بدوس على السماعات فهنا بقى واحد وهنا بقى اتنين وبعد كده بقى اعمل كنفر علشان احفظ الاعداد دي الاعدادات اللي انا لقيتها مناسبة لها ومدي يعني صوت ضخم و جميل اذا كان عندكم اي اعدادات تانية يا ريت اكتبولي في التعليق واذا اي حد اعمل حاجة لتحسين الصوت في العربية غير اللي انا اعملته يا ريت يقولينا عليها وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني في المستقبل علشان اغير انا سماعات تاني واذا افتكر ان انا هجرب حاجة تاني ان الاتنين التويتر اللي ورا هالغيهم خالص لان الصوت الرفائي اللي جاي من ورا جاي كتير لان السماعات اللي انا راكبتها فيها تويتر وصاب وبالاضافة الكده اراكب الاتنين تويتر اللي هو في العربية فانا اهلغى الてنين تويتر اللي في العربية خالص واجربه وقال glo hoch فحلقة تاني ان شاء الله العربية استهلاق البنزين فيها بقى جيد جدا. سبعة واثنين من عشرة لتر لكل مئة كيلو. وده معدل جيد جدا بالنسبة لحجم العربية مع العلم ان انا بشغل التكييف. اعمل لكم حلقة ان شاء الله. واقول لكم ازاي تقدره وتوفره في البنزين. خصوصا ان البنزين شكله الايام اللي جاية دي هيغلى. فاحب بقى فيدكو بحلقة ازاي توفره بنزين في العربية. وشكرا اللي حسنة الاستماع. تابعونا وبعد كده ان شاء الله هوريكم الخطوة التانية. لما اشوف احسن طريقة واحسن سماعات هركبها في الباب اللي قدام والصاب وفر اللي ورا هشوف احسن صاب وفر اقدر اغيرها بيه. اشوف احسن صاب وفر ممكن اغير الصاب وفر اللي ورا. وبس الخطوة اللي جاية هيكون تغيير السماعات في الباب اللي قدام. فلو الصوت تحسن يبقى مش هعمل اي تغيير تاني بعد كده. اه لو ما تحسنش برضو هاتكمل. هشوف الصاب وفر اللي ورا. واشوف السماع الوسط اللي في النصف. ارجو ان الفيديو ده يكون مفيد ليكو. والاخوة اللي كانوا يسألوا عن الصوت وازاي يتحسن. اه دي احسن واسهل طريقة تقدر تغيروا بيها. والتكاليف بتاعتها مش كتيرة. والمجبود كمان اه طريقة تغييرهم سهلة جدا. اه اي حد متخصص في تغيير السماعات او تغيير الفرش العربية يقدر اه يفك الفرش بتاع البابين اللي قدام اه او البابين اللي ورا. ويركب لك السماعات فيهم. كل له حسن متابعة. اه وارجو منكو اه كتابة التعليقات. ولو في حد منكو يكن جرب اي حاجة اللي انا عملتها دا دا. واحسن الصوت ياريت يقولين عليها. ولو عندوك اي اسئلة كتبها في التعليقات. وشكرا للمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.